طبعاً احنا لسه نكمل كلام عن المشروعات لكن عايزين نتكلم في فعليات اليوم النهاردة الضيوف اللي هشاركوا في رفع العالم وكمان احنا عندنا هدوة مهمة جداً بكرة لازم نتكلم عنها إن شاء الله هو طبعاً احنا نبرح نهينا اليوم الاول للإحتفالات هو الأحتفال التلاتية نعم اليوم الاول بالحفل الغنائي الرائع البدوي اللي في الخيمة البدوية وأصط أصطت جيب الولاد البدوي هما بيعملوا الشاي والقهوة على الفحمة واجيب واحدة ست قاعدة بتعمل الفرشيح الفرشيح ده اللي هو العيش بتاعهم الفرشيح وجبت اتنين جمل وقفتهم بحيث ان الديوف بتوعي مبارك أنا عندي حوالي متين ضيف ايه الصوروا العايز اركب الجمل اركب الجمل عايشتهم في البيئة البدوية عندي فرقة جنوب سينة السمسمية والأغاني الجميلة دي وحتط لهم كراسي وقاعدوا في موجة الخيمة البدوية خيمة بدوية من التراز الأول قاعدوا فيها واستمتاع بقى الزعتر والزيت الزتون والفرشيح والبلح طمر العسل الجبل بعد ما الحفلة خلصت احنا اثناء الحفلة اتعشينا الاكل نزل قدام الناس في الفصل بين الفقرات في الحفلة ثم بعد ما الحفلة خلصت ناس فتفاجئت ان انا بدعوهم للخيمة البدوية اللي عملها ولادنا عشان انا عايز اعيشه في الجو البدو عايز اقول له شوف البدو بيأكلوا ده بيشربوا ده وبيغنوا الاغاني دي وهكذا بحيث ان هم يعرفوا هالينا اللي جايين من مصر جايين من مدن كتيرة لازم يحس ولازم يعرف زي النهاردة برضو ان شاء الله هنرفع العلم هنرفع العلم ليه؟ ده صورة بتعادل الازهان ولادنا بيشوفوا الناس عتيسعى ليه العلم اللي بترفع ده اه العلم ده من 33 سنة استطعنا ان احنا ناخد هذه القطعة الغالية بالتفاوض اه في المحكمة الدولية عندنا مفاوضين عندنا دبلوماسيين عندنا قضاء كبار جدا عندنا ناس بارية قانون الدولي ده كاتب دكتوراه في قانون الدولي جم وقابونا الارضي اتكلم ده هتحكي لهم بكرة حصة اولى في المدارس هتبقى موجودة بكرة في ندولة الدكتور مفيد شهاب؟ بالزبط ده النهاردة هنخلص العلم بمعانة الدكتور اللواء محمود شهراوي طبعا هو المفوض من السيد الرئيسي الوزراء بحضور نحتفل نيابة عنه فالنهاردة احنا هو اللي هيرفع العلم هو سيادته وانا ومعانا بقى قادة الجيش قادة قوات شرق عندنا قائد مجموعة جيم عندنا يعني بدين نحرص عليها كل سنة قائد قوات الامم المتحدة الجنرال ايفان ووصل على فكرة وحتشوفوه كمان شوية ومتحرك معانا وبعدين بنيجي نقف في حتة معينة بتقدم السيد اللواء محمود شهراوي يقبل العلم ثم يرفعه والقادة كلهم ما فين ثم نرجع الى ابا كنت دي مراصم بنعملها والقوات المسلحة بتساعدنا وبعد الموسيقات بتاعتها وبعد القادة بتقوحها لان دي صورة لازم تعدي لازان صحيح ولازم الشعب المصري لا بقولش على ولادي ركاب ولادي هنا وجايب الشباب المدارس هنا وكله لا بقول على الشعب المصري كله لازم يعرف ان من 33 سنة كان في معركة بتدار في القضاء في المحكمة الدولية كسبها الدكتور والمفكر والدبلوماسي المصري واللي فيها نفاعنا العلم ده مغزة بتاع نارض ثم ننتقل الى المنفذ لازم يشوفوا المنفذ المنفذ تم تطويره كلف حوالي 50 مليون جنيه منذ احداث السيول السيول نزلت شالة المنفذ ده خالص والمية غرقت البدروم والاجهزة وكل حاجة فاستطعنا ان احنا نطوره ونعمل فيه شغلك وننتقر فيه التعقيم للناس قبل ما تخش المنفذ واحنا طبعا المنفذ ده بيفصل بنا وبين الجانب الاخر فلازم يبقى شكلنا حضاري دورات مية حضارية فيه سوق حرة جوه في اللي داخل والخارج واللي داخل حكا حضارية عشان نحي التاني باش فيه فرق اللي جاي من هناك يجي هش عندي لاي فرق اتفتحنا هذا المنفذ من حوالي اربع سنين في زل الدكتور هشام عرفاط في الحقيقة جاي فتح معايا ثم نتحرك نفتح البحارتين والسد ثم نتحرك في اتجاه المسجد مسجد السلام الدكتور مختار جمعة موجود معانا عيولك الخطبة وحننقلها على الهواء مباشرة لمصر كلها عشان برضو الشعب المصري يحس ان طابة حرة طابة امنة طابة فيها سلام طابة يقام فيها الشعائر وكذا وشكوهت شكرا